إذن خلينا نقوم بإجراء تغيير الكود الموجود عندنا ضمن هذه الصفحة ضمن صفحة الإضافة طبعاً اللي هو في الأساس يشمل لك كود الإضافة وكود التعديل طيب الآن مثل ما تلاحظ اللي أنا عدي هذه الثلاث حقول هذا أعطي edit text name ونفس الإسم السابق هذا أعطي edit text password ثم مع ذلك هذا أعطي edit text rule r o t.r اوكي. الان اقوم فقط اقوم بتغيير الكود يعني من جدول من حقول. طيب اعملين ان شاء الله يزلي الجدول الجديد. ثم ابدي بعمل اضافة بشكل مو اقوم بتغيير مثلا هنا اسم المستخدم مطلوب بدلا انه يكون عندك اسم مؤرد مثلا. قم بعملية الاضافة هنا ادنا هذا ال اي دي ساو صفر انا اقوم باسناد الحقول بشكل مباشر. اي يوزرنيم اليوزرنيم الباسورد الى الباسورد الى الرول الى الرول. بينما اعدي الحالة اعطيها بفولز الان بشكل مبدئي. اوكي. لكل مستخدم تبدو تضيفة حاليا فهو يحتبر عندك حالة الدخول الخاصة فيه. ثم مع ذلك اقوم بتغيير عملية الاضافة على الجدول الجديد وامرار الى هذا المتغير. اوكي ثم احفو القاعدة اقوم بتغيير هنا تم اضافة مستخدم جديد. عملية التعديل فقط اقوم باسناد اي دي. اوكي. الاي دي اللي راح يجيني طبعا من data grid view. اقوم بامرار البيانات بشكلها الاحتيادي. اه ثم مع ذلك بدلا انه هنانا راح تكون عندنا ايش عملية التعديل. فهنانا راح اصير عندنا عملية اضافة. اذا احنا ايش راح نقلها? احنقل لها database. اوكي. database. دي بي دوت. اه انطبق عليها نقل احنانا دي بي دوت ايش دوت entry. ونبدأ نمرر لجدول الجديد. اوكي. 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 ونقوم بعرض التوست. ونقوم باخلاق. اذا هذا كل شيء نحتاج نقوم بتغيير الان مبدئيا في هذا الفورب.